السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم على قناة كاميليا شانيل كانتمنى انكم تكونوا في صحة جيدة ولقاكم فيديو اليوم في احسن الاحوال فبالنسبة الوصفة اليوم اللي غادي نشاركها معكم فهي عبارة عن طريقة تحضير حرشة سائلة اللي مكوناتها جد بساط وكتتحضرت في بضع دقائق كتجير رائع احسن من الجهيزة كانتمنى فيديو ديال اليوم من الاستحسان للكم اذا كنتوا اول مرة كتشوفوا القناة اللي هي قناة كاميليا شانيل فمرحبا بكم بدنسوش انكم تطعوا على زر الاستراك وتفعلوا الجرس باش هكذا يوصلكم جديد الوصفات فنخليكم تشوفوا معي المقادر مع طريقة ديال التحضير فاذا بالنسبة للمكونات ففي ايناء كنوضعو كأسين ونصف بقياس كأس العنباء من الساميد الرقيق سميد الرقيقة اللي كنحضرو بها الحلويات غادي نضيف ايضا نصف كأس من الدقيق الابيض دائما القياسات فكن عبرهم بقياس كأس العنباء فبالنسبة لقياسات بالقرام غادي نحاول انا نخليهم لكم في صندوق الوصف ان شاء الله كنضيف ايضا خميرة الحلويات من فئة سبعة قرام وكنضيف ملعقة صغيرة من الملح كنخلط هاد المكونات جيدا احتكيد شانسو مع بعضياتهم فاذا من بعد كنضيف ربع كأس من الزيت وكنضيف ايضا ربع كأس من الزبدة اللي هي في المجموع نصف كأس مخلط ما بين الزبدة والزيت إلا ما عندكم ش الزبدة فيمكن لكم استغناء عليها وديرون اس كأس من الزيت فاكن خلط هاد المكونات وكنحاول اناني نبس بس هاد المكونات جيدا حتى كندخل هادك الزبدة والزيت فوست سامد فاذا بعد ما دخلت الزبدة والزيت فوست سامد كتجينا علي هاد الشكل هادي فاذا غادي نوضع هاد الإناء جانبا وغادي ندوز باشا نحضر الخليط اللي غادي نخلطو به هاد السامد ففي إناء آخر غادي نحتاجو البيضة واحدة اللي كتكون الحجم ديالها متوسط وضروري انها تكون بدرجة حرارة لمطبخ كنضيف لها ايضا علبة واحدة من سكر الفانيليا كنضيف ايضا ثلاث ملاعق كبيرة من السكر وكنضيف علبة واحدة من الياغورت بالنسبة الياغورت فانا استعملت هنا ياغورت ديال الفانيليا يمكن لكم استعملوا اي ياغورت متوفر عندكم فإذا كنحاول انني نخلط هاد المكونات جيدا حتى كيتخلط لي الخليط وكيتجانس لي البيض مع باقي العناصر وآخر مكونا اللي غادي نضيف لهاد الخليط فغادي نضيف كأس ونصف من الحليب بقياس كأس العنبا فالحليب عادي ماشي برد ماشي دافي عادي كيف ما شريته وضعتو فاد الخالط هادا وكنحرك جيدا كيف ما قلت لكم راه جميع العناصر عبرتهم بقياس كأس العنبا فصفي بعد ما كان خلط كانت تحصل على هاد الخالط هادا كيكون سائل على هاد الشكل هاد الخالط غادي نزيدوه على السميدة اللي وجدنا فبالنسبة لهاد الخالط فتيقوني كيجي رائع جدا كيجيب الحرشة بوحد الماداق اللي كيكون جيد هائل وان شاء الله هلا جربتو هاد الوصفة غادي نزيدوه على السميد غادي نخلط جيدا غادي نحاول ان الخلط غادي بسباتيول او اللامي لحاقة باش هاكا السميد دينا ما يتعجن شو تبقى حرشة فصفي كان خلط جيدا وبالنسبة لهادو كل معالق نصف كأس ديال الدقيق الابياد اللي درنا فهو اللي كيخلي الحرشة متماسكة وما كيخليهاش تفرتت لذلك حاولت انني نضيف معاها الدقيق فصفي كيف مشتو هاد اول خالط دينا كان تحصلو عليه كيكون على هاد الشكل هادا فهد احيان هدي راني شعرت الفران باش يسخن كنشعلوه على درجة حرارة اللي كتكون متوسطة بحال كيف كان طيبو الكيك وصفي غادي نوجدو ده بالقالب اللي غادي نوجدو فيه اللي غا نوضعو فيه هاد السميد هادا بالنسبة للقالب اللي غادي نوجد فيه هاد الحرشة فاخديت قالب ديال الزج اللي كيكون على شكل دائري انتو ما استعملو اي قالب متوفر عندكم حتى يلا عندكم غير المقلاء ديال الحرشة فيمكن لكم استعملوه اللي كتدخل الفر فبالنسبة للقالب ضروري انا نندهنوه بالقليل من الزبدة وندهنوه الجوانب دياله حتى هو جيدا القليل من الزبدة او اللي الزيت على حسب المتوفر عندكم وكنناخدوه القليل من السميد الرقيق وكنوزعوه على هاد الشكل على القالب كامل كنوزعوه ايضا على الجوانب باش هكا ما تسقشنا الحرشة ديالنا وصافيه كندوزو مباشرة باش كنوضعو فيها الحرشة ديالنا فبالنسبة للخالد كيف ما كتشوفوه ارا كي بدك يتشرب لينا لذلك نحاولو انا ننسرعو باش هكا ندخلوه الفورن وهو جاري باش هكا القوام ديال الكيك ديالنا ما يجيش غليط بزافه وما تجيناش معجنا من الداخل بزافه فكيف ما قسلكم راه الفرن دا ما انا شاعل عليه كي سخن ضروري ان هاد الحرشة هادي ندخلو هالفورن ديك يكون ساخن جيدا كنشعلو عليها من التحت حتى كتطيب لنا الحرشة ديالنا وكتتحمر عاد كنهبطوها تحمر لنا من الفوق فطريقة ديال الطاهي ديالها بحالها بحال كيك تماما فكيف ما كتشوفوه انا كنحاولو نقدها كالوجه ديالها وصفي غد ندخلها الفورن بالنسبة لمدة الطاهي ديالها فاخدت معي ثلاثين دقيقة فقط فاذا بعد ما طابت لنا الحرشة ديالنا كيف ما كتشوفو كتشي رائع جدا اللون ديالها كتتخدك اللون الدهبي غادي نخليها حتى كتبرد شوية هاد عادي نحاول انني ندموليها من القلب ففعلا كتجي هائلة جدا كتجيه شيشة ووخا انكم تحاولو انكم تقلبوها فما غاديش تكسر معاكم نهائيا فهدا هو السير علاش وضعنا هادك النصف كأس من الدقيق الابيض باش هكا كتجيه شيشة بزاف يمكن لكم اه تديرو هالفطور او الكاسكروت كتجيه هائلة جدا كيف ما كتشوفو كتاخدك اللون الدهبي اه كنتمنى فعلا ان الوصفة دياليوم تناس تحسين ديالكم بالنسبة للناس اللي كيشوفو اول مرة القناة ديالي فكنجو لكم مرحبا بكم ما تنسوش انكم تضغطو على زر الاشتراك وتفعلو كذلك الجرس باش هكا تنضمو العائلة ديالنا ويوصلكم جديد الوصفات اللي كنحضر الي عجبكم الفيديو ديال اليوم ما تنسوش انكم تضغطو على زر الاعجاب وما تنسوش كذلك انكم تخلو لي ارائكم في تعليق وبالنسبة اللي بنات اللي غادي يجربوها فما تنسوش انكم تشاركو معايا تشاركو معايا تطبيقاتكم على صفحة ديالي الانستغرام اللي هي كامل يشاني الواحد فغادي نخلي لكم الرابط ديالها في صندوق الوصف او اللي في اول تعليق فكيف ما كتشوفو هدي هي الحرشة دينا ضروري ضروري انا نقطع معاكم شي طرف باش تشوفو كيفاش كتجيو كيفاش كيجي القوام ديالها كتجي هائلة جدا والسمك ديالها ما كيجيش غليط كتجي رقيقها بالنسبة للناس اللي ما كيبيروش لحرشة غليطة كيش ما كتشوفو فكتجي على هاد الشكل هذا رائع جدا غادي نقول لكم بسلامة ومتلقى ان شاء الله مع وصفة قادمة والسلام عليكم اشتركوا في القناة